أول حاجة معايا اليوم السابع حساب اليوم السابع على تويتر خبر مهم متعلق بمحمد هاني وكريم فؤاد كتبوا أن الأهل يفحص عضلة هاني وكريم فؤاد في بداية الاستعداد لمواجهة المريخ وكان معنا من شوية زمننا محمد توفيق موفد قناة الأهلي وجاب لنا الأخبار الجديدة والحصرية المتعلقة بمدى جهزية اللعيبة لمباراة المريخ السودان وأكد لنا أن محمد هاني وكريم فؤاد هيكونوا إن شاء الله بكرة في المران الجماعي في إطار الاستعداد لمواجهة المريخ السودان محمد هاني كان عنده شد ويمكن عمل برنامج تأهيلي وكان حريص جدا أن يلعب مباراة سانداونز في جوانسبرج الأسبوع الماضي لكن الوقت ما أسعفوش أن يلحق المطش بعد إصابته في لقاء بيرامدز أما كريم فؤاد يمكن ما تعرضش لأي شد الحمد لله وكانت كادمة قوية نتيجة الخبطة أو الاحتكاك القوى اللي حصل في أحد القرات المشتركة مع مورينا مدافع فريق سانداونز وبالتالي الإصابات الحمد لله خفيفة ويكونوا جاهزين لمواجهة المريخ يوم الجمعة القادم إن شاء الله طيب موقع مبتدأ وحساب مبتدأ على تويتر نشروا أن التاريخ ينصف الأهلي أمام المريخ السوداني بيتكلموا على عنصر التاريخ أو معيار التاريخ في مواجهة الأهلي مع المريخ في المباريات السابقة أولا طبعا على مستوى البطلات الأهلي حقق سبعة دوري أبطال اتنين أفريقي أبطال الكؤوس في المباريات اللعب فيها أمام المريخ السوداني طيب لابوا بعد كم مرة تسع مباريات الأهلي فاز في ستة مطشط اتعدلوا مبارتين والأهلي خسر مرة واحدة من المريخ السوداني إن شاء الله بإذن الله تكون المباراة القادمة للمباراة عشرة ورصيد الانتصارات سيرتفع من ست مباريات إلى سبع مباريات بإذن الله لأنها كمان مباراة حاسمة مش مباراة تحصيل حاصل لكنها مباراة حاسمة وهتفرق كتير جدا في مشوار الأهلي طيب حساب الأهرام بيتكلم على حسين الشحات هل حسين الشحات هيلحق المطش اللي جاي ولا لا؟ حساب الأهرام على تويتر بيتكلم على أن موسيماني بيجهز حسين الشحات للمشاركة أمام المريخ السوداني حسين من اللعبة اللي ما لعبتش لقاء الجولة الرابعة أمام سانداونز الجولة الماضية اللي تلعبت في جوانسبرج وكانت كل التغيرات اللي خاصة ما كانش فيها حسين الشحات هل ممكن بقى يعتمد عليه في المباراة القادمة أتمنى أن يكون في استفادة من حسين سواء في الناحية الدفعية لو عايز تعمل انطلاقات أو حتى ممكن تخطه مع الأطراف أو الأجنحة اللي ممكن تستفيد بيها من الناحية الهجومية لأن حسين عنده سرعات وفي نفس الوقت رجلية على المرمى بيبقى فيه أهداف مؤسرة وده حصل فيه الفترات الأخيرة أتمنى أن يكون فيه استفادة من حسين وطاهر وحسان حسن ومحمد شريف وكل اللاعبة في الفترة الجالية لأن مرحلة دول المجموعات أحيانا بتبقى صعبة شوية لكن من دور التمانية الفريق بيبدأ يخش في الجد وببقى التركيز أعلى من المراحل السابقة طيب حساب سبورت 360 مصرية عامل إحصائية على بيتسو موسماني في مبارياته مع أنديت القمة في مصر سبورت 360 مصرية في الحساب الرسمي لها على تويتر 16 مباراة قضها بيتسو موسماني أمام أنديت القمة لم يخسر أي مباراة إذن هو العنوان موسماني لا يعرف طعم الهزيمة أمام أنديت القمة في مصر طيب نبص على الجدول منذ تولي موسماني تدريب النادي الأهلي أول فريق معنا إزا مالك موسماني لعب مع أربع مباريات فاس في تلاتة تعادل في مباراة لم يخسر أكبر نتيجة طبعا كانت خماسية خمسة تلاتة لعب مع بيراميدز أربع مباريات فاس مباراة كانت الأخيرة 3-0 تعادل 3 مبارات لم يخسر أمام الإسماعيلي لعب 3 مبارات فاس في 2 تعادل ماتشو واحد لم يخسر وبالتأكيد أعلى النتائجة 4-0 في بداية الدوري ثم الاتحاد السكندري لعب مع 3 متشات فاس في 3 متشات مخسرش ولا تعادل لعب مع المصري مبارتين فاس في المبارتين لم يخسر ولم يتعادل نتائج جيدة جدا على مستوى المحلي قد سمسماني مع الزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصر طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على بيتسو موسماني بيقرر رحيل لاعب جديد وبيستقر على بديله في سموحة والله يا جماعة من غير مدخل في تفاصيل الخبر وقرأ الأسماء الخبر ده بنسبة مليون في المية غير مؤكد وغير صحيح نحن النهاردة لسه في منتصف شهر مارس والموسم يخلص فيه أواخر شهر أغسطس يعني قدامنا خمس شهور من غير ما بص وأعرف الاسم أو أعرف حتى المركز هل فيه مدرب في أي حتة في الدنيا بيقرر أو ياخد قرار في رحيل لاعب من دلوقتي ولسه قدامه خمس شهور ونص على مطشات إفريقية ومحلية ومطشات مهمة الفترة الجاية في توقيت معاية ممكن تستفيد باللاعب ده في أي وقت من المباريات ويظهر بشكل جاي وفيه كذا لاعب كان مثل على الجزئية دي في الفترة السابقة الناس كلها قالت أكرم طوفيه ما بيلعبش فين أكرم طوفيه ممكن يمشي أكرم طوفيه لعب اتقالي الكلام ده لعمار حمزي وتقالي على محمد محمود وتقالي على كريم فؤاد وتقالي على محمود وحيد واللعابة كلها ما بتشارك بتثبت وبتظهر بشكل جيد جدا الخبر النهاردة ده من خلال حساب الرسم الوطن سبورت بيتكلمه على أن موسيماني حسم عودة محمد شكري وده وارد ممكن لعب معاور في الفترة الحالية ممكن الجهاز الفني يحسم عودته وده وارد بالنسبة لمحمد شكري لكن مقابل إيه؟ إن المدير الفني قرر الاستغناء عن محمود وحيد بأكد لكم هذا الخبر عاري تماما من الصحة ولسه بدري أصلا على فكرة اللي احنا نقول مين يقعد ومين يمشي ومين ييجي ومين يطلع عارة ومين ممكن يرجع لسه المصم طويل وأي إصابة وأي قرار ممكن يغيره تفكير أي جزفة عشان كده محدش بيفكر أصلا في الكلام ده من دلوقتي وكل الاهتمام بيكون على المباراة اللي انت بتلعبها كل يومين ثلاثة فهتلاقي وقت تقعد عشان تجتمع وتحدد مين يقعد ومين يمشي طيب حسابي اللا كورة بيتكلم على الهلال السوداني والخبر متعلق هنا باستقالة مدارب حراس مرمى الهلال السوداني قبل أيام من مواجهة سانداون صحيفة تكافر ووتر السودانية قالت إن مدارب الحراس البرازيلي نالسون تقدم باستقالته من منصبه ولم يكشف الأسباب التي دعته لاتخياز قرار الرحيل في هذا التوقيت الأخبار الفترة الأخيرة من الهلال والمريخ بنحس داما نفيها تضارب لكن أي أن كان هو الهلال عنده مطش مع سندانسي فبالتأكيد عايز يكسب لأن دا لا باديل أمامه سوى الفوز زي الأهل كده لا باديل أمامه سوى الفوز على المريخ يوم الجمعة كورة بلس راح لنقطة مهمة جدا حقيقة اقتراب مسيماني من تدريب جنوب إفريقيا يمكن أن طلعت في المكان دا قزى مرة في السنة الماضية وقلت ما فيش أي عرض البيتسو مسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا وكل الكلام اللي بتكتب كان عبارة عن شائعات في ظل أن المسيماني ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الأهلي بالأمس داني جوردون رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي كان ليه تصرحات مهمة جدا اتكلم فيها على بيتسو مسيماني وأن تجديد الأهلي للمدرب الجنوب إفريقي قرار جيد جدا في هذا التوقيت لكن لما تسأل عن حقيقة اقتراب مسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقي الراجل رد في إجابة مختصرة وقال لم يحدث أن التحاد جنوب إفريقي عرض على مسيماني تدريب المنتخب الجنوب إفريقي لدينا مدرب وحالية المدرب ده طبعا مدرب كبير هوجو بروس ولدينا هيئة تدريب وسنلعب أمام غينيا وسوف نلعب بطولة العالم في الفترة القادمة فبالتالي منتخب جنوب إفريقي في استقرار فني حالية بوجود هوجو بروس ولم يكن هناك أي تفكير في التعاقد أو الاستخدام مع بيتسو مسيماني سواء في الفترة السابقة أو حتى في الفترة الحالية